الوقت بما انك مستوطنة مصر وبقيت مصرية انا ساعي عندي جنسية مصرية اخدتي الباسبور؟ ايه قولي مبروك هاي دا خبر هاي دا خبر مرسي مرسي انا اول شي انا اول شي كتير فخورة وعن جد كتير سعيد انا اخدت الباسبور المصري لانه خلص انا عائلتي من مصر وبنتي مصرية وجوزة مصري بجاد 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 يعني وما كنت بتصور حالي انه انا ما كون حامل الباسبور المصري وانا عايشة هون وعائلتي هون جوزك وبنتي كمه وجوزي وبنتي صح فاخدتوا من شهرين مع انه على فكرة كان فينا اخدوا قبل دا لسه جديد لن جديد اخدتوا بقى الحلوه يكفوت على المطار دا بالناشناليتي ايه لبناني مصري باختار امتى افخش الباسبور اللبناني دلع 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 انا عارفة كارول قد ايه هي فخورة بلبنانيتها اكيد انما كمان عارفة ايه هي بتتعامل مع مصر والجنسية المصرية بحب مش 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 بشكل عملي يعني هي مسألة رمزية اكتر مسألة عاطفية اكتر مش بس ايه اكيد مش بس شكليات ايه وسهنا ملا تبرك مصرية من زماني من قبل الباسبور يا كارول احنا قريبين من بعض من اول ما بعرف فيه علاقة يعني انا بتعرفي اول شعب استقبلني فنيا بعد لبنان اول هيدا هو الشعب المصري عن جد يعني استقبل لي شغلي وحب لي شغلي كتير يعني اول جد جد يعني اول انتشار عربي لقلي اول علامة يعني اخدت من مصر فهيدا الشي ما بنساه يعني هيدا الشي هيك خلص بقلبي ومن بعده طبعا عندي المغرب العربي وتونس ومغرب يعني بس انه مصر بالزات من بعد اغني تتطلع فيي هيك اللي عملتلي هيدا كانت مصر اول بلد حضنة فما فيش تنساه اللحظة كان فيه تهم تغير جدا بيكي وحب اشتركوا في القناة